أهلا بكم مشاهدين الأوفياء من بين الأحداث المهمة التي مرت خلال سنة 2020 بالنسبة للمغرب هي قضية الوحدة الوطنية وصحراء المغربية والاعتراف الأمريكي الأخير بالسيادة المغرب على الصحراء اعتراف شكل صدمة لعداء وحدتنا الترابية ومن يدعمهم فباتوا يروجون لعدم قانونية قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب وخاصة أنه على مشارف مغادرة أروقة البيت الأبيض وتسليمها إلى رئيس المنتخب جو بايدن كما روجوا أن هذا الأخير لن يعترف بهذا القرار حول هذا الموضوع خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال جلسة بمجلس أنواب بتصريح قال فيه أن التراجع عن هذا القرار عبر قانون في الكونغرس الأمريكي أمر صعب جدا وقال أيضا لا شك أن هذا المكسب الديبلوماسي غير المسبوق الذي حققته بلادنا أربك خصوم وحدتنا الترابية وبعض المشككين وهو ما تجسد في لجوههم إلى أسليب مضللة ومغردة تتجلى في التبخيص من خلال التقليل من أهمية هذا الإنجاز والإدعاء بأنه لا يعد أن يكون إعلانا رمزيا أو احتفاليا لن تتبعه أي إجراءات عملية أو ذات أثار قانونية ولن يكون له أي أثر أوصد في مجلس الأمن وقد بيّنت الأيام القليلة أن هذا الإدعاء زائف العثماني قال أيضا التشويش عبر الترويج لسهولة تراجع الإدارة الأمريكية المقبلة عن هذا الاعتراف وعبر حملات إعلامية تضليلية ومناوئة تأكد أن جزءا منها مدفوع الأجر والضغط من خلال تحريك بعض الوبيات ومشموعات المصالح لشم حملات مضادة لدفع الإدارة الأمريكية المقبلة للتراجع عن هذا القرار الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية هي قديمة وقوية للغاية والاتفاق الشديد بين البلدين يجعل هذه العلاقات وهذه الشراكة أفضل وأكثر استدامة هذا ما قاله سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى المملكة المغربية حول قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وسيادته على الصحراء المغربية أما عن إمكانية تراجع رئيس الجديد للبيت الأبيض والولايات المتحدة جو بايدن عن هذا القرار فقال السفير الأمريكي في تصريح صحفي إن اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء يعد خطوة كبيرة للغاية ويعني الكثير وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على إقناع شركائها للاعتراف بسيادة المغربية على الأقليم الشنوبية بالإضافة إلى أن العلاقات بين المغرب وأمريكا قديمة منذ عام 1777 من خلال الديمقراطيين والجمهوريين وشدد على أن القرار الرئاسي لترامب سيظل قائما وستكون لدينا علاقات اقتصادية دافئة ورائعة سواء من خلال الإدارة الجمهورية أو الديمقراطية وهكذا قالوا بعد معاناة طويلة مع شائحة فيروس كورونا تنفست البشرية الصعود بعد اللقاحات المكتشفة والتي أثبتت نجاعتها في محاربة فيروس كورونا المملكة المغربية تمكنت عبر اتفاقيات من اقتناء جرعات من اللقاح الصيني سينوفرام الذي كان من المتوقع أن يصل إلى المغرب منذ أيام لكنه تأخر بسبب إكراه تقني لدى المصنعين هذا مقره وزير الصحة خالد أيت الطالب في حوار حول هذا التأخير أيت الطالب قال أيضا في حوار صحفي أنه لا يدري متى يدخل اللقاح إلى المغرب قائلا سأكون من الأوائل الذين سيستقبلون اللقاح بشغف كبير وسنقوم بأعلان رسميا لإخبار المواطنين والرأي العام الوطني بذلك وزير صحة قال إن عملية التلقيح تبدأ حين يكون اللقاح موجودا وما يجب تركيز عليه الآن هو الاستعداد الشامل والكلي لاستقبال اللقاح من الناحية اللوجستية والتنظيمية وقال أيضا نايت الطالب أنهينا المرحلة التفاوضية بنجاح لاستراد اللقاح وأبرمنا اتفاقيتين على أساس اقتناء كميتين مهمتين من لقاح السينوفرام ولقاح أسترازينيكا والمغرب سيكون من الدول الأولى التي ستستفيد من منتوج الشركات المصنعة لهذه اللقاحات ونعتبر هذا الأمر مهما لأن ذلك لم يتم عن طريق الصدقة والأحسان فلا أحد صدق على المغرب شيئا هناك إكراه تقني لدى المصنعين لأن اللقاح يجب أن يتوفر على كافة شروط التسويق والاستعمال ولا يمكن أن نستقبل لقاحا غير مسجل وغير قابل للاستعمال إذن هناك مصاطر لا بد لأي لقاح أن يمر منها وأن يستوفي شروطها سواء من ناحية النجاعة أو من ناحية قابلية الاستعمال يقول وزير الصحة خالد أيت الطالب اللقاح الصيني سينوفرام الذي تنتظره المملكة هو أحد اللقاحات المضادة لكوفيد 19 لقاح فعال بنسبة 79.34% وهو رقم أقل من ذلك الذي أعلنته منافستها الأمريكيتان فايزر وموديرنا هذا ما أعلنت عنه الشركة نفسها شركة سينوفرام الشركة قالت إن النتائج المؤقتة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية تظهر أن لقاح كوفيد 19 المعطل الذي طورته مجموعة الصين الوطنية لتكنولوجيا الحيوية التابعة لشركة سينوفرام له فعالية بنسبة 79.34% واللقاح يقدم مستوى جيد من الأمان بعد التطعيم والبيانات تستجيب للمعايير الفنية ذات أصلة لكل من منظمة الصحة العالمية وسلطات الصينية جميع المرضى أنتجوا جساما مضادة عالية المستوى كما سينوفرام تقدمت بالطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى سلطات الصينية سينوفرام هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفعالية لقاح يجري أعداده وهي أقل من تلك التي تحدثت عنها فايزر بايونتيك للقاحها ب95% ومودرنا ب94.1% وهكذا قال إذن يخوض العالم سباقا ضد الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس ضد فيروس كورونا بعدما أدى الوباء إلى إصابة عشرات الملايين من الأشخاص وأودى بحياة ما يزيد عن مليون ونصف مليون مصاب في خضم هذه الحملات الدؤوبة للتطعيم يطرح أو تطرح تساؤلات حول الموعد المحتمل لبلوغ المناعة الجمعية أو ما يوصف بمناعة القطيع وهي مرحلة ضرورية من أجل العودة للحياة بشكل طبيعي يقال في عدد من الأوساط العلمية أن الحد المطلوب لتحقيق المناعة الجمعية يتروح ما بين 60% و70% من السكان وهذه النسبة معتمدة أيضا من قبل منظمة الصحة العالمية وغالبا ما يشار إليها في النقاشات العلمية كبير مستشاري الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي قال إنه تم البدء في رفع النسبة المطلوبة لأجل تحقيق المناعة الجمعية وقال فاوتشي إن تحقيق المناعة الجمعية يستوجب نسبة التحصين المناعي لما بين 75% و80% من السكان مما يعني أن هذه المرحلة ستحتاج مزيدا من الوقت كما أن من المستحيل أن نحدد بشكل دقيق المرحلة التي سيتوقف فيها الوباء عن الانتشار حتى بإن كان إعطاء موعد تقريبي أمرا ممكنا إلى حد ما ربما يكون الأمر صعبا أو ذا وقع سيء لكنه يرجح أن تحقيق المناعة الجمعية يتطلب تحصين ما يقارب 90% من السكان في دولة من الدول وهكذا قالوا مشاهدنا أكيد منعتنا ستتحقق بالتزام الإجراءة الضرورية والأهم التشبث بالأمل أمل أن 2021 ستكون سنة أمن وأمان وصحة وسلام دمتم آمنين إلى اللقاء